لو عندك حمامة رأبتها معوجة عندها التواء الرابة او عندها مرض الهزة او مرض الروشة شوف الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام تعالوا على طول نشوف هنعالج الحالة دي ازاي مع بعض اول شيء هنعمله اه طبعا ان انا عمل ريش الرأبة هو متجهزه مفضي ريش الرأبة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل كمان ان احنا هنشد ريش الجناحات كده هنشد ريش الجناحات والديل اه طبعا هو مش علاج معترف بيه لكن هي اجتهادات في تربية الحمام اه جميع المربين بيعملوها وان شاء الله بتنفع بنشد الديل والجناحات بالشكل ده ريشة ريشة كده عشان ما ايه ما نعوروش طبعا هو مقصود ان هو يتشد الريش علشان اه الدم الفاسد يخرج ويطلع ريش جديد وطبعا هو كده يقف عن الانتاج لحد ما الريش الجديد يطلع اه طيب انا عملنا ريش الرأبة كده ليه هقول لك عملنا ريش الرأبة ليه كده بيبقى فيه آآ جلطات بتكون في الرأبة طبعا انا عملت الحمام ده قبل كده آآ كان هنا لو شفت كان هنا دم حابس عروق كده دم حبسة آآ هوريك برضو بنعملها ازاي آآ الحمامة دي بقت تلوقتي بتاكل رغم ان هي كده بس استعدت توازنها شوية بقت تلوقتي بتاكل هي اللي اكلها الاكل ده انا ما اكلتهاش ما شاء الله رأى من هي كده بس بدأت تاكل طيب هنشوف ال آآ اوريكم ازاي بتخرج الدم الفاسد بتاع الجلطة آآ معانا سن سن حقنة زي ده بنجيب السن وتيجي عند الرأبة كده وتشوف العروق الدم الفاسد وتوع تخنق الحمامة وانت مسكها مسكها برفق تيجي تشك عند الدم الفاسد تخرجه بالشكل ده من بره شكشكة خارجية كده طبعا انا قلتلكم ان مخرج الدم ده قبل كده شوف حضرتك تخرج تعمل كده النقطة اللي بتخرج دي لكن هو لو بفاها دم فاسد هتلاقي دم ينزل منها كتير انا اعملها قبل كده يعني حاولت معها في حالة صلحت شوية لكن بشوف تاني لو فيه تاني بنخرجه بالشكل ده الدم الفاسد بيخرج بالمنظر ده تمام اه واتباعها بعد كده بايه اقول لحضرتك بنعمل ايه اول يوم اول يوم بنعطيها قرص اسبرين كامل اللي هو اسبوسيد بتاع الاطفال ده هنأتي قرص من الاسبرين كامل بعد كده هنأتي اه من ثلاث الى اربعة ايام نص قرص كل يوم خلاص اعطينا كده قرص اه بكرة وبعده وبعده هنأتي اه نص قرص كمان اه كل يوم طيب اللي عملنا كده الصبح هنيجي بالليل نأتي قرص من اللي هو كابسولات من اللي هو ده فاركوفيت ده منشط لوظائف الكبد وفيتامين به وطبعا هيقوي الاعصاب تمام يبقى صباحا اسبرين مثلا واخر النهار فاركوفيت اه طول مدة الالاجة انا انت مثلا خمس ايام نقول خمس ايام اه الصبح اسبرين وبالليل اه فاركوفيت او العكس يعني ده الصبح وده بالليل مفيش مشكلة اه صحيح